أعربت مصر عن خالص تعزيها للسودان نتيجة لانهيار سد أربعات وذلك في ولاية البحر الأحمر بشمال غرب البلاد الذي أصفر عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين وأدى إلى نزوح مئات الألاف على أثر هذه الفيضانات الناجمة عن انهيار السد وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن مصر حكومة وشعبا تتقدم بصادق مواساتها لحكومة وشعب السودان الشقيق ولذوي الضحايا نتيجة لهذا الحادث الأليم متمنية الشفاء العاجل المصابين وسرعة العثور على المفقودين وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة تدعيات هذا الحادث واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتجاوز تلك المحنة